مرحبا طلاب الصف الثالث في مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات درسنا لهذا اليوم في الوحدة الثانية رسائل الإلكترونية بعنوان البريد الإلكتروني هيا بنا نتعرف على أهداف ومفردات درسنا أهداف الدرس 1- أن يعرف مفهوم البريد الإلكتروني 2- أن يعدد مزايا استخدام البريد الإلكتروني 3- أن يميز مكونات فنوال البريد الإلكتروني المصطلحات الجديدة البريد الإلكتروني إيميل عنوان البريد الإلكتروني إيميل إدرس عزيزي الطالب من خلال هذه الأسئلة سنتعرف على فرصة تمنحك التواصل مع أصدقائك حول العالم فكر بالسؤال معي حتى يختفي أحد الأرقام ونتعرق على ما بخلف الأرقام السؤال الأول يقول تمنحك من التواصل مع أصدقائك حول العالم؟ هل شبكة الأنترنت أم الرسائل الورقية؟ أحسنتم شبكة الأنترنت هل عرفتم على ماذا تدل هذه الصورة؟ إذن لننتقل للسؤال التالي تستطيع من خلالها أن ترسل الصور والملقات والفيديو لأي صديق حول العالم؟ هل شبكة الأنترنت أم الرسائل الورقية؟ صحيح إنها شبكة الأنترنت هل عرفتم على ماذا تدل هذه الصورة؟ أحسنتم إنها شبكة الأنترنت إذن تمنحك شبكة الأنترنت الفرصة للتواصل مع أصدقائك حول العالم ما بك يا حمد؟ أريد أن أهنأ صديقي عليم بمناسبة العام الدراسي ولكن مكتب البريد أغلق ولا أستطيع أن أمسلها اليوم بسيطة يا حمد قم بإرسالها بالبريد الإلكتروني يصل بسرعة وبثواني بشرط أن تكون متصلا بالأنترنت ما هو البريد الإلكتروني يا ريم؟ هل يعمل بالكهرباء؟ لا يا حمد دعنا ننادي صديقنا الروبوت فهو أفضل من يحدثنا عن هذا الموضوع مرحبا يا أصدقائي البريد الإلكتروني هو طريقة لتبادل الرسائل الإلكترونية حيث ترسل عبر شبكة الأنترنت وتنتقل بسرعة بين المستخدمين حول أنحاء العالم ولكن كيف يمكنني أن أرسل بريد إلكتروني أو أن أحصل على عنوان خاص بي؟ هذا بسيط يا ريم هناك مواقع على شبكة الأنترنت توفر خدمة البريد الإلكتروني مجانا مثل Mail Application و Outlook والآن عزيزي الطالب لنقم بفتح كتاب الطالب صفحة 46 حتى تساعدوني في حفظ مفهوم البريد الإلكتروني من خلال تقسيمها إلى خمسة أجزاء الجزء الأول في مفهوم البريد الإلكتروني هو طريقة لتبادل الرسائل الجزء الثاني الإلكترونية حيث ترسل عبر الجزء الثالث شبكة الأنترنت أما الجزء الرابع وتنتقل بسرعة بين المستخدمين والجزء الخامس حول أنحاء العالم من منكم يا طلاب سيعيد مفهوم قراءة البريد الإلكتروني بشكل واضح؟ والآن عزيزي الطالب سنلعب لعبة رفع الكروت هل بجانبك كرت أخضر وكرت أحمر؟ قم بإحضارها حتى تقوم بمساعدتي باختيار الإجابة الصحيحة سأقوم بغراءة السؤال ثم قم برفع الكرت الذي يحمل الإجابة الصحيحة السؤال يقول هو طريقة لتبادل الرسائل الإلكترونية حيث ترسل عبر شبكة الأنترنت وتنتقل بسرعة بين المستخدمين حول أنحاء العالم هل الكرت الأخضر شبكة الأنترنت تحمل الإجابة الصحيحة؟ أم الكرت الأحمر البريد الإلكتروني؟ فكروا أحسنتم أنه الكرت الأحمر البريد الإلكتروني السؤال يقول إن إرسال واستغبار رسائل البريد الإلكتروني عبر شبكة الأنترنت يتطلب توفير تطبيق للبريد الإلكتروني مثل هل الكرت الأخضر ميل أبليكيشن يحمل الإجابة الصحيحة؟ مزايا استخدام البريد الإلكتروني أول ميزة من مزايا البريد الإلكتروني الرسائل مجانية حيث يمكنك إرسال رسائل البريد الإلكتروني دون أي تكلفة مادية فلا يتطلب الأمر سوى الاتصال بالأنترنت إرفاق الملفات يتيح لنا البريد الإلكتروني إمكانية إرسال رسائل تتضمن ملفات كالصور أو المستندات أو ملفات الصوت والفيديو وغيرها الكثير أيضا البريد الإلكتروني يجول العالم حيث أن البريد الإلكتروني يمنحك التواصل مع أصدقائك حول العالم ويصل لأكثر من مستخدم في نفس الوقت حيث يمكنك إشراك وإرسال البريد الإلكتروني لعدة أفراد في نفس الوقت سرعة تبادل الرسائل يساهم البريد الإلكتروني بتوفير الوقت والجهد من خلال سرعته الفائقة التي تمكن المستخدم بلحظات من إيصال رسالته الإلكترونية لمستخدم آخر بأي دولة من دول العالم هذا رائع يا ريم هل يمكنني أن أرسل هدية إلى صديقي من خلال البريد الإلكتروني؟ لا يا حمد لا يمكنك إرسال الأشياء المادية أو المحسوسة عن طريق البريد الإلكتروني مثل ماذا يمكن إرساله والذي لا يمكن إرساله عبر البريد؟ الأشياء التي لا يمكنك إرسالها عبر البريد مثل الألعاب، سيارة، دراجة، والأشياء التي يمكنك إرسالها مثل ملف صوتي، ملف فيديو، ومستند إلكتروني والآن أعزائي الطلاب لنقوم بإخراج ما بداخل الظرف ونضعه في مكانه المناسب أشياء يمكن إرسالها عبر البريد أشياء لا يمكن إرسالها عبر البريد الصورة الأولى تدل على أدوات مدرسية هل نضحها في أشياء يمكن إرسالها أم أشياء لا يمكن إرسالها؟ أحسنتم إذن نضحها في أشياء لا يمكن إرسالها الصورة التالية تدل على ملف صوتي نضعه في أشياء لا يمكن إرسالها أم أشياء يمكن إرسالها؟ صحيح أشياء يمكن إرسالها وهنا مستند في برنامج معالج النصوص Word نضعه في أشياء يمكن إرسالها أم أشياء لا يمكن إرسالها؟ صحيح أشياء يمكن إرسالها وهنا مجموعة من الألعاب هل نضعه في أشياء يمكن إرسالها؟ أم أشياء لا يمكن إرسالها؟ أحسنتم إذن أشياء لا يمكن إرسالها عبر البريد والآن عزيزي الطالب قم بفتح كتاب التدريبات والأنشطة صفحة 33 بعد أن قمت بفتح كتاب التدريبات والأنشطة قم بحل السؤال التالي هل انتهيتم من حل السؤال؟ هيا لنحل السؤال معان ضع علامة صح للجملة الصحيحة وعلامة خطأ للجملة الخاطئة واحد يمكنك إرسال أكثر من عشر رسائل إلكترونية يوميا صح أم خطأ؟ صح اثنان لإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني يجب أن يكون لديك عنوان بريد إلكتروني أولا صح أم خطأ؟ صح أحسنتم ثلاثة تحتاج إلى عدة أيام لإرسال بريد إلكتروني إلى صديق يعيش في بلد آخر صح أم خطأ؟ خطأ أحسنتم أربعة يمكنك إرسال رسائل نصية وملفات صوتية فقط عبر البريد الإلكتروني صح أم خطأ؟ خطأ أحسنتم الآن عزيزي الطالب قم بفتح كتاب التدريبات والأنشطة صفحة 34 بعد أن قمت بفتح كتاب التدريبات والأنشطة قم بحل السؤال التالي أي من التالي يمكن إرساله عبر البريد الإلكتروني؟ هل انتهيتم من حل السؤال؟ هيا لنحل السؤال معاً هل الطائرة يمكن إرسالها عبر البريد؟ كلا والسيارة كلا والألعاب كلا وصورة الرغمية نعم يمكن إرسالها والسي دي كلا ألبوم صور كلا ملف صوتي نعم هل إجاباتكم جميعها صحيحة؟ أحسنتم ينبغي لكل شخص يستخدم البريد الإلكتروني أن يكون له عنوان بريد إلكتروني خاص به ليتبادل الرسائل عبر شبكة الأنترنت ويتكون البريد الإلكتروني ويتكون البريد الإلكتروني من اسم المستخدم مثل حمد أو علي ثم علامة آت وتفصل بين اسم المستخدم واسم النطاق وأخيراً اسم النطاق مثل education.qa هل لك أن تخبريني كيف أقوم بعمل عنوان بريد إلكتروني خاص به؟ بالطبع أولاً ستضع اسم المستخدم وهو اسم يميزك عن باقي العناوين مثل حمد ثم علامة آت وتفصل بين اسم المستخدم واسم النطاق وأخيراً اسم النطاق ولأنك في مكان تعليمي ستستخدم النطاق education.qa الآن عزيزي الطالب قم بفتح كتاب التدريبات والأنشطة صفحة 34 بعد أن قمتم بفتح كتاب التدريبات والأنشطة قم بحل السؤال التالي هل انتهيتم من حل السؤال؟ هيا لنتأكد من إجاباتكم ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة واحد هل يمكنني إرسال بريد إلكتروني مرفق ببعض الصور؟ نعم أم لا؟ أحسنتم نعم اثنان يمكن إرسال عدة أنواع من الملفات عبر البريد الإلكتروني؟ نعم أم لا؟ نعم أحسنتم ثلاثة هل عملية إرسال ملف فيديو عبر البريد الإلكتروني مكلفة؟ أحسنتم لا أربعة أربعة هل تستخرق عملية وصول البريد الإلكتروني وقت كبير؟ لا خمسة هل يمكنني إرسال بريد إلكتروني لصديق يعيش في دولة أخرى؟ أحسنتم نعم هل إجاباتكم جميعها صحيحة؟ بارك الله فيكم يا للروعة هذا أسهل مما توقعت ها أنا أقوم بكتابة رسالة إلكترونية لصديقي علي وسأرسلها بثوان معدودة وهناك المزيد من المعلومات حول البريد الإلكتروني ولكن نكتفي بهذا القدر لليوم ونكمل في المرة القادمة ماذا تعلمنا؟ واحد مفهوم البريد الإلكتروني اثنان مزايا استخدام البريد الإلكتروني ثلاثة مكونات عنوان البريد الإلكتروني ولنا لقاء آخر مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق إلى اللقاء شكرا لكم